لا تجن ولا تحتاد يا أخي ما بتحرز هالقد في إشياب هدني أصعب ما بدا هالقد صدقني صدقني ما بدا هالقد منقول مرحبا لكل مشاهدين ما بدا هالقد وحلقة جديدة هالمرة مع ضيف صغير بالعمر وبعز عقلبي كبير كتير لأنه هيك بحس أنه السنين وسنين وسنين بعرفه هو إعليمي عمل نجاحات كتير كبيرة بمجال التليفزيون بفترة كتير أصيرة من الوقت سارج أسمر مصوار سارج مصوار هلا كيفك شو أخوارك إن شاء الله منيح هلا عم نقول مصوار يمكن يحضرونا بالنهار مجرد مصوار بونجور لكل اللي عم يتابعونا بكل المية بالمية سارج أنت عملت محطة كتير حبيت أود شي اسم البروغرام كتير ما بدا هالقد مصوار تبدا صراحة هلا بتقلي إما تبدا إما تبدا إما تبدا هلا أنا بدي أقول أنه بدا هالقد كنت تشتغل للأوتي في تعمل تروفيات تتقدم للناس تجيب فيديتات يعني بأول سنة كنت فتحة فيها الأوتي في جيبت فيديتات كتير صعبين مثل ميا دياب مثل نوال الزغبة مثل هيك وما عدت عدت لا ما عدت عدت لأنه الإدارة حبت تعملها عم وسع أكتر وترجع تعملها بس ما عملتها ما عملتها بعده عم بخططوا له هلا يعملوا شي مهضوم ما بعد ما عم بيفكروا بالمهضوم ما عم بالألفين خمسة وعشرين ما حدا بيعلم ما بعدها الأد بلك مش عوقت قول قول ما بعدها الأد يمكن يكون بعدها الأد يمكن هنا مخططون أكبر بكتير يعني ما بعرفين كان عندهم رؤية لأدام أو شي ما بعدها الأد ساج هلا أنت بتستقبل بنيكست مش رح أقول لك ضحياك يعني تجوفك وتحط له صور وبتصير تسأل ويا رب شو بتعمل أنا اليوم بدأ نلعب أنا ويك أنا عندي لعبة بسمية مريكس دور لأني بحب المريكس دور تختار بين هذا وهذا السنة حضرت أنت مسلسلات رمضان أي حضرتهم تقريبا تلت تربعهم مين بتختار؟ نادين ناسي بن جيم أو نيكول سيبة هلا نيكول بحبة ونادين بحبة بس لحد يحكي المنطق مين مثل أحلى؟ أحلى نادين ناسي بن جيم ما في شك يعني مع أنه زعلين منه شوي ليه شي في حالة صاري؟ ما بعرف شو صاير معها آخر فترة مع أنه هي بتقربني يعني شو صاير معها؟ ما بتقربني بس لا بس هي من بيت الأسمر بالنهاية يعني هنا دين أسمر متجوز من بيت الأسمر بس فكرة ما بقت رد على التليفان ما بعرف شو صاير يعني بعرف أنه هلا قد هي طبيعية هلا قد محبوبة أولك وقت واحد يصير فدات بصير بيسمح لحاله ما يعود يرد على التليفان بيكون بالأول عايز الصحافة بداي مبطل عايزه بصير الصحافة عايزه في كتار هيكي بس هو المشكلة الواحد لازم هو يرقلش هالموضوع كل إنسان إذا شوي بيبين زيادة عن الزوم أو العالم بتحبه كتير بيصير يمكن بيفكر بيجي تهيئات أو قد لو كنا برات لبنان تعرفي أنت أنه كل النجوم البرة عندهم شي مهم اللي هو البسيكولوج يعني لازم يكون موجود ما قصد شي هلأ روء شوي عندك زيت المشكلة مع فيرس كرام أنا أهي فيرس كرام يعني كمان فيرس بده بسيكولوج فيرس كرام ليش لأنه فيرس هلقات شخص طيب أي دمي أبن ضايعة أبن رزيل رائع عن جد بموت فيه يعني هلأد بحبه بدنا نولعه وضارب الدنيا ودايما كل عمل عم يكون فيهش ما بحب التليميزيون بس مع أولي بيسمع فويس نوتات على السلولر وما بيرد ما بحبي يطلع مؤابلات ما بدي هلأد ما بدي هلأد ما بحبي يطلع مؤابلات شو بدك تقوله مش ضروري مؤابلات أوليات يكون بدي اتصال يعني كتير هيني وكتير واضحة فاريس ما بدي هلأد فعلا فعلا ما بدي هلأد ما بدي هلأد بدنا نلعب كمان من ريكس دور بس الخياط عابد فهد أو تيم حسان عابد فهد ليه واو الكاركتر كتير رائع الطريقة اللي مسل فيها قديشه طبيعي قديش قريب من العالم يعني العالم بتعرفي شغله مثلا ليه حبوا كل حب كل غرام لأنه هلأد طبيعي ومروان العبد ومروان العبد الله يرحمه بس هلأد العالم بتتعلق بالقصص اللي شوي إنه قديمة وحلوة هلأ هلأد مبين طبيعة عابد فهد هلأد نحب هلأد كاركتيره قريب من العالم ايه عامل الإنسان يعني باي عجيب كان بيلبو سكره وأحمر خلاص زي هقوم للقصص بيستهل مراكس السنة ايه بيستهل مراكس أكيد أكتر من تيم حسان محبيته بالهيبته لا تيم حسنين نفس الكاركتر بالنهاية ما قدم شي جديد بس الخياط بس خياط شخص أبداي ما في شك يعني برفعه القبة على كل عمل عم بيقوم فيه ولكن أنا اللي بيميز للناس عن بعضي اللي هي الكاركتر يعني هيدا الشي اللي حلو بده هلأد عابد فهد بده هلأد برافو مابده هلأد نكست سرج أسر الله يستر ما في شي ما في شي ما أطلع من هونا ناس ما تحكيني لا أنت بتحكي عراحتك أنا مش عم بتدخل هلأ ايه ما في شك بالموضوع مش عم بجبراك تقول هيك بس طب انسى أنه نيكول صعبة شخص أنا بحبه كتير وتمثيله حلو كتير هيك هي وحش التمثيل إذا أنا بدي أقول رأيي لقد ضربنا الميكرو هلأ بقولولنا كله نقول حق عليك مش غلط هي وحش التمثيل بده هلأ هي وحش التمثيل وحش التمثيل يعني أنا بحب تمثيله كتير بس أنا بكعنا تميز لهاد السنة أكيد لنادين جيم أنا بحب نيكول صعبة عرفت هل هي بطريق يعني ندين ناسي بن جيم ما زال جبت سيري زادت شي ضافت شي لحالة لما سرتها الفنية أي أنا بتصور إيه بطريق أي زادت بطريق أنا بلاقيه أنه عرفت تلعب الكاركتر هيك العين اشتغلت تمثيل أكتر أو جمال أكتر لا تمثيل جمال عرفوه العالم هيك طيب ما زالنا عميه كان تمثيله عن رمضان خلينا نكمل برمضان حبيت كارين رزق الله أوكي كان رائع المسلسط باميلا الكيك نفسه عم بكفة كان باميلا بحبه بس إنه بنهي أنا وطر المسلسطة لي كفة يعني خلاص يعني نفس الشي بعد هلأ بده يكفة من سمرين يعني قبل رمضان متل برمضان من عادك الحب كل غرام إنه استثنائي لأ هيدا كان حالة استثنائية أكيد ما في شك بالموضوع بس إنه الحب الحقيقي بنهي يكفة يعني أنا ما لقيته ضاف شي يمكن العالم يعني إنه متابعة شا قولك هلأ موسم تاليت ما نمع يعني خلاص صار كتير يعني وتكون في شي جديد العالم بالتالي طيب ما زال عم نحكي على الكوميدي اللبناني هلأ أنا أكيد إذا فيه حتى لو فيه مثلا ممثل واحد سوري أو مصر أو شي أنا نعتبر إنه الإنتاج لبناني جوليا جوليا ما جيبه غصن أبدعات بس أنا بمصحة كنت نصيحة واحدة أنه يكون كل يوم شخصية يعني ناطرة العالم كل يوم شخصية ما عم يكون كل يوم شخصية كيف عم بيكون يعني شخصية عمليت نعش يعني كنتر خائرة منيح ما صارت سكيزوفرين بالآخر لا أيا أكيد هلأ يعطيه ألف عافية ورائع المسادسة اللي بموت فيها لماكي بس إذا كان كل يوم شخصية كان صار بومبة رائع لا كتير بفتكير سجل مرة أنا راح عرضك عادة ما بعرض الضيفة كتير 30 شخصية وقت رمضان فوزير وكل هؤلاء قصص كان كل يوم يعملوا شخصية كل يوم يعملوا حزورة كل يوم يعملوا شي مش غلط يكدوا سكريبتلا كل يوم شخصية كون حدا عن جد هلأد بي بس ما حكيتنا عن تقلة شمعون ست تقلة شمعون ما بيأنه قد ما أحكي عن جد اللقب معا يعني تقلة بتصوى تقلة يعني هلأد شخص بمعزل عن مورين اللي كمان هي رائعة فيه بمعزل عن كل كاركتر بتلعب وأكيد تقلة شمعون شبه بادي خلينا نقول أنه الحمد لله على السلام اللي ما جيبه غصم بعدما قطعت قطوع كتير خطير يمكن نويها الحسنة وأعمال الخير اللي عملتون وصلوات الناس شفيت ما شربل معا بالنهاية وإن شاء الله عطول تدل بصحتها يا رب يا رب من قلبي أنا أهم شي الصحة هو وأنا بحبة أنه رغم كل هالنجاحات بقيت هالإنسان المتواضعة الليل بعدك كنت عم بتحكي الليل يا اللي بقدروا يصروا للنجاح كبير وظلوا متواضعين على أي ماجي بتمسك التليفون بالدقيلة آه بترد يعني حتى ضيعت رقة ما حكيتها إنستغرام أوف ضغري حكتني يعني رجعت دقتلي معدى بعد كل هالعمر هيك شابوا بالا ماجي إن شاء الله تكفي بهالطريقة بس أنا بتصور أنه بتكفي بدا هالقد بدا فعلا هالقد ما بدا هالقد ساج أسمر ميريام كلينك عزبتك لتطلع ضيفة بسهر الليل مع شادي مارونو جابي حويك آه آه وكتير لأ آه وكتير هي شخص كتير عفو كتير مهضوم بس المشكلة إنه ميريام في عندها أصص يعني بدا تكملها من كل الطرق تتقدر تعملها بتقلي ساج أنا في أصص تقوم عم بخططها أصص عم بفكر فيها أصص بدي أعملها أفشة يعني في عندها حركات بدا تعملهم بالنهاية شيز ميريام يعني تعبتني الأوتال الموقع التصوير مين معا مين ما معا يعني يمكن إن بعض النجوم بيصير بيحبوا تعرف ناس ما بتعرف إنه ميريام هالقد بتخطط بخمنوة أكتر عفوية ألا هي عفوية بس ببعض المطارح فيه تخطط أكيد بس قالي لي إنه المجلس نيابي بيحكي عن ميريام كلينك آه ما حدا بيعرف لكن لو نزلت على انتخابات وبتصوت أنت مثلا بالمثل حلما هي بتنزل تنتخبها لا ليه؟ أنا ما بلاقيه هي بخرج تكون يعني بموقع سياسي ليه؟ ما بلاقيه يعني في ناس بيلبقلهم معنك أورانج مثله؟ ما خاص ما قصة أورانج أو لا يعني أنا حتى الأورانج قويتي ممكن عارضه يعني حسب أنا بيمشي مع الرئيس السياسي يلي هو أكتر شي هلأ الأورانج هماشي الحالي معه نذكر الله بس ميريا مكلينك يعني مثلا ما بلاقيه أبدا يعني حتى لو كانت أورانج ولا ممكن بحصة سياسية ولا ممكن طيب ماي حريري ليه ما طلعت معك؟ ماي حريري بعد لها ما طلعت معي عذابتني لما أكون جاست كوردينياتر كتير يعني لما أكون عم نسق ضيوف لبعض البرامج بس معي بعد ما بعرف يمكن عندها مخطط لكليب جديد ناطر ناطر أنا ناطر ما بداها الأدمى يا حريري أهلا وسهلا فيك على ناكس ما بداها الأدمى ساجة أسمر أنت كوردينياتر جاست كوردينياتر وزيت الوقت أنت بتقدم برنامج بتحس حالك بمطرح من مطرح محروم لأنه عم بتعدل لشخص يمكن ما عم بيقدر يوصل لك فكرتك أهي على إن كيس كانت تروديوسر جاست كوردينياتر كله هاي بلاقيها مش الهابي طبعي هاي بلاقيها مهنت اللي أنا بحبه كتير هلا هابي طبعي موزيع يعني أنا هيدا شي مغروف وبيلبق لك ونشكر مرسي كتير لأليك من وين استدعيت هالموزيعات اللي بيطلعوا معك مش أنا هيدا كاستين كان من المحطة هني اختاروا عاملوا كاستينغ بس ما عندهم كتير خبرة يعني بيبين الفرق بين خبرتك وبين خبرتهم اللي ممكن لأنه أنا خبرتي أوسع أكبر يعني صار لي أكتر منهم يعني بالمين هني بعضهم جديد يعني ما بعرف هالشي بيشئلك برنامجك يا مابي لا ما خاص لك هني الكاركتر طبعهم مهضوم يعني أوقات الكاركتر بيضغي على الخبرة هل دايما نحن بحاجة لبنت حلوة لا يمشي البرنامج أوقات ايه أنه عصر تلفزيون أوقات قد يجي بريتنج ناكست صراحة بعد ما شفت الريتنج ولا مرة بس نشكر الله عام بن حضر ما فيش شيء بي لكن بسط هيدا الشيء حلو يعني نشكر الله بعد ما شفت الريتنج بس بقطع بالإدارة بيقولولي يعطيك ألف عافية الريتنج عالي أحلى من هيك بقطع يعني بالموليت بالوين مكين كل عالم بتقلي واو بليز كف بنفس الطريقة بليز ما ما تعمل غير قصص يعني خليك هيك في ناس بتقلي رجع لواتساب بلاقي انه لأ انه هلو ناكس لنا نعمل شي جديد دائما حلو ناكس مبدأ هلقاد صح مبدأ هلقاد مبدأ هلقاد سيرج عادل كرم يا ما هشام حداد هشام أكيد لأن كيم بالو تيفي لا 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 ما خاص خارج المنافسة هشام حداد شخص يعني زكي يعني عنده أسلوب عنده طريقته عادل لما وطل ريت طبعه جرب يعمل شي فوت عباس عمل ما حسيت مش الحال يعني أنت مين بتحضر هشام هلق لا شك أنه عادل أوقات بقطع عنه بشوفه أوقات يعني بس أنه هشام ملفت اي بتحس أنه هشام ترك الو تيفي ولا مرة بينتقد بينتقد الو تيفي بلا تتا لطيف عطور تتا لطيف بس عمهضوم يعني حتى إليح وشان يمكن عمل له قسمه من الشهرة حلو إلي بسيل ما انتقده كيفك أنت إلي بسيل إليح حبيب قلب بحبه كتير مهضوم إلي شخص أنه آخر مرة قيل عن إلي دي بمرة وقال له ما تتدخل بشؤون والزغبة وحدده مين بسترجع قوله هيدا غير إلي بسيل بس أنه بحق أقول له يهدد إليك إذا ما فيه إكستريم بالشخص ناس تكون بتروح على الإكستريم يعني فيه شي غلط بالحياة لازم حدا بس أنت ما بتروح على الإكستريم أنا كل واحد عنده ستيله إلي بس ستيل أنا ستيل ليه بطر بالو تيفي صراحة ما بعرف هذا شيء إداري أنا خارج عنه تماما لكن أنا مع أنه يرجع على الو تيفي مش غلط يعني أنه برنامجو كان رائع أنا كنت البروديوسر علي يعني أنت بروديوسر واستقبلت رالف يلي طالع أهم بروديوسر بأبرص رالف معتوق العلمة حبيبية بالعكس سادي الحلقة كانت عن جد كتير حلوة وكتير رائعة أكيد ألف مبلوك شو أكتشي ملفت فيها الحلقة كان للحلقة أني نسيت أنه أنا صاحبة عنه رالف واستفزيته ماكسيموم شو سألته وزعل مني بعض الحلقة أه جد أي ما قاله بالعادي زعل زعل يعني ما توقع هالقد يكون قاسب الانترفيو خلاص رالف ما بده هالقد عن جد ما بده هالقد سارج ما بده هالقد لما بتقولها ما بده هالقد تلزونيات يلحقوا الريتنج أوكي أوكي معك حق لازم يكون في برامج ثقافية يعني لازم يكون في قصص طوع العالم يعني مثلا أنا بحب نشوف مثلا كان فيه على الوتي في قبل برنامج اسمه أكسسير يمكن كان لجين وعون ناس مثلا هيك برنامج حلو مهضوم بيصير العالم بتعرف أكتر شو فيه بمجرس في ناس فيه كمان أنا بحاجة للوتي في بيبيت حشقوا صح كان فيه من الشعب كان فيه فش خلقك فش خلقك على الوتي في كانوا ينزلوا ريبورتاج على الأرض يفرجوه للناس والناس فش خلقه يعني وليه بطلوا برامج كانت لها ناس معينة هي تعملون يخلص السيزن الحلو أنه بس أنت عشان تحكي على ريتيج يعني مثلا مثل ما سبقوا أنه بنحضر هشام حداد وعادل كرم بذات أنا ما بحضر هشام نحضر كل البرامج الاجتماعية بذات الوقت نحضر أعرفت كيف كل المسلسلات بذات الوقت فيه ناس تحضر عادل كرم أو ما بتحضر يمكن هشام وعادل ما بيجيب أز هشام يعني أنا ما بلاقي فيه موزيع أول لا لأ؟ في حلقة أولى طالما ما عبيمشو عالريت ولا بتلاقي موزيع أولى ولا ممثل أول ولا مسلسل أول مثل الأغنية مين التلفزيون الأول؟ مين التلفزيون الأول؟ المؤسسة اللي بننئرسل أكيد البي سي ما فيك شي معاودة عليه يعني ما فيك ما تبرمي للأسف ما منقول هيك لتاليبان يعني مفروض نقول لتاليبان حتى وقت الفوتبول؟ يعني صار العالم يعدوا الثواني والدائق لما بيخلص المونديال يقولوا يمكن أنه حتخف المجاهدين بعد المونديال للأسف لازم نقول أنه أول شي لازم نشوف تليليبون نرجع نلقل على غير المحطات إيه بس إذا ما في شي جديد على تليليبون نحطين لك مسلسل من سنة 1960 مش الحق على العالم أكيد لا الحق على الدولة إنتج ما بدأ هل قتل نعم ما بدأ هل قتل سرج قبل ما نوضعك شو بدك تخبرنا؟ لمين بدنا نقول بده هل قتل لك؟ لمين بدنا نقول بده هل قتل؟ ده أنا أول شي بدي أقول لكل الناس أنه إن شاء لكم عم بيحبوا برنامجي مين بدك تستقبل بعض؟ ما في مخطط براسة في أكيب طويل عريض على البروغرام بيشتغل على هيدا الموضوع بس عم بيصير فيه شجار بعض الأوقات على بعض الأسامة أنا شوي نيئة بهالموضوع بس بوعد الناس نظلنا محافظين على نفس المستوى وإلا هل المر مع احترامي لها لقى بيك تنزل فينا وبتعيط علينا ساج بس كتير صعب خمس مرات بالجمعة تضلك تلاقي ضيوف يعني عشر عشرين ضيف بالشهر بيظل حدا عنده حدث بيظل حدا في علامة ستين فورية يعني بتلحق وقت الحدث اوقات بالحق الحدث اوقات بالحق الاسم يعني حدا عنده انجازات مهمة ضرور يطلع على ناكست يعني لو عنده انجازات مهمة ما قاله ناكست للا أسر ناكست ستاب بعد ناكست بدا هالقات سارة صراحة ناكست ستاب شو فيه؟ ناكست ستاب عندي رؤية لبرنامج ليلي شوي البجت طبعه عالي لحضرني هلأ على ناكست بين ما يكون عن جد بدأ أني جيب البجت بدأ هلأ أنا بدي هنيك سيرش لأنه كل مرة بتطلع بفكرة أحلى من مرة وعندك جرأة حبيت الاسم ناكست إيه بلا ما يكون عندك غلازة أو فيولجاريتي ما مرتبنا نترجمة بدي إلك موفق بكل أعمالك إن شاء الله دايما إلى الأمام سير يعني بدي إلك تانكيو على كل شيء وأكيد حديثك بيرفعني أكتر وأكتر وإن شاء الله نضلك عم تحضريني ونضلك تقولي لبرافو لأنه هيدا الشيء بيخليني أتقدم يوم برافو 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 مرسي كتير لكلانجوي اللي دايما مرفقينها بالتصوير كمعكن قدام الكاميرا هلأ المر لا تجن ولا تحتد يا أخي ما بتحرز ألأت في إش يبها الدنيا صعب ما بدا هلأت لا تجن ولا تحتد يا أخي ما بتحرز ألأت في إش يبها الدنيا صعب ما بدا هلأت سدقني سدقني ما بدا هلأت